تم مؤخرا بلندن اعطاء انطلاقة حملة ترويجية خاصة بتقديم وتسويق العلامة المغربية الخاصة بالاستثمار والتصدير موروكو ناو التي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصديرات بشراكة مع سفارة المملكة المغربية بالمملكة المتحدة وعطيت انطلاقة هذا الحدث داخل الاروقة الراقية لمتحف التصميم بلندن وذلك بحضور وفد مغربي هام يتألف على وجه الخصوص من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي هذا وشهد اليوم الاول من هذا الحدث الوزن شهد تنظيمة ندوة حول المحاور والاهداف الرئيسية لعلامة موروكو ناو التي تم احداثها من اجل الترويج للمملكة المغربية